أسباب وقوع الشرك ما هي أسئلة حتى نجتمي بها الغلوف الصالحين هو سبب الشرك قديماً وحديداً والثاني الغلوف في قبور الصالحين يصيرها والثاني تعبد من دون الله كم حصلت في قبل الله والثالث مضربة العكوف عند القبور لعمل الصالح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا لا تجعلوا بيوتكم قبور ما معنى هذا؟ أي أنه متقدد عند الصحابة رضو الله عليهم أنه الأموات يدفنوا آية في البيوت صح؟ في المساجد؟ لا أي قال لا تجعلوا بيوتكم قبوراً إذا نجفدهم أين؟ في خارج البنياء في المقابل ومتقذل عند الصحابة رضوان الله عليهم هذا الثاني لا تجعلوا بيوتكم قبوراً يعني لا تهجروا البيوت وتتركوا فيها صلاة النافلة قراءة القرآن الاستقفاء نعم إذا المقابل لا يمكن أن نصنع عندها شيء من العبادة إلا زيارة الشرعية بشروطة لو قلنا غداً بإهن الله نختم كتاب التوحين عند الببيع نقول لا تجعلوا الدليل بيوتكم قبوراً نعم متقرر هذا عند الصحابة رضو الله عليهم أنه لا يمكن يكون عند القبور صلاة قراءة قرآن ياسين وغيران ولا تجعلوا قبري عيداً ما معنى تجعلوا قبري عيداً العيد يأتينا مرة كل سنة عيد الفطر مرة كل سنة والمرة كذلك يتكرر نعم فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تكرار الزيارة لقبري عليه الصلاة والسلام تزور القبر كل عام كل شهر كل أسبوع كل جمعة قال لا تجعلوا قبري عيداً يعاد وتكرر وقال عيادك المريح لماذا لأن تعود وتكرر عليه السيارة على المريح تعود وتكرر لا تجعلوا قبري عيداً طيب نريد نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يصل إليه من أي مكان ما أنت ومن بالشام إلا سوا وآل البيت كان يقول هذا كان يقول هذا وكان آل البيت ينهى ينهون عن الشيخ فنحن المطلوب للباب الأولى أننا فلا نجعل قبراً نبي صلى الله عليه وسلم طيب بهذا انتهى القسم الرابع نبي صلى الله عليه وسلم